مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العناوين أول تصريح مفاجئ لبضر بانونة بعد الفوز المنتخب المغربي على نظره المنتخب الإسباني وليد الرقراجي يفاجئ الغمهير المغربية بهذا التصريح بعد التأهل التاريخي على حساب الإسبان الفيفا تفاجئ لأسود الأطلس بعد بوليغهم ربع نهائي منذ القطر 2022 الملك محمد الساديس يفاجئ لعيبي لمنتخب الوطن المغربي بعد تأهلهم إلى ربع نهائي منذ القطر أول خروج إعلامي لكريسيانو رونالدو قبل مواجهة المنتخب المغربي ويفاجئ الجميع بما قالها أول تصريح لبضر بانون بعد فوز المنتخب المغربي على نظره المنتخب الإسباني أكد بضر بانون لاعب المنتخب الوطني المغربي أن الفوز على الإسبان في بطولة كأس العالم قطر 2022 جاء بسبب العلاقة المميزة بين اللاعبين المنتخب الوطني وقال بضر بانون الذي يلعب لنادي قطر القطرية إنه يوم تاريخي لن أنساه طيلة حياتي الحمد لله لقد استطعنا أن نمنح الفرحة للشعب المغربي الآن طموحنا بات أكبر بعدما قدمنا مستويات كبرى أمام منتخبات عملاقة وبخصوص أسباب تألق المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم قطر 2022 اختتم المدافع السابق لأهل مصري حديثه قائل أن السر في العلاقة المميزة بين اللاعبين المنتخب المغربي فنحن نعيش كعائلة متماسكة والأجواء رائعة قبل وأثناء بطولة كأس العالم وشارك بضر بانون في لقاء المنتخب المغربي والإسبان في الدقيقة من أول عشرون ودخل بديل لللاعب عز الدين أونحي وأهضر ركلة ترجحية تصدى لها حارس المنتخب الإسبان أواني سيمون لكن رغم ذلك فقد حسم المنتخب أسود الأطلس ركلة ترجح لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل صفر بعد الفوز على المنتخب الإسباني وريد الرقريغي يخرج بهذا التصريح الأسطوري للشعب المغربي والعالم العربي تحدث وليد الرقريغي مدرب من منتخب الوطني المغربي لكرة القدم عن ظروف الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في نهائية كأس العالم منذ القطر 2022 بعد الفوز على المنتخب الإسباني بيركلة ترجح في ظروف النهائي منذ القطر 2022 وقال وليد الرقريغي في تصريحه لدي تل المواجهة لدي مجموعة قوية لديهم روح ريادية كبيرة واعتقى في أنفسهم ضخمة ويريدون دخول التاريخ وتابع قائلا قلت وفي الأول لم نأتي إلى المونديل للعب 3 مباريات والذهاب كما رأيتم التغييرات لدينا مجموعة رائعة واختشم مدرب لأسود الرقريغي تصريحه بالقول الشاب معنا ودرنا النية وتشي اللي بغينا نوصل لبلادنا العربية خاصة تحيد الأنانية الشعب من طاجر القويرة فرحناهم وهذه خدمتنا وأنا أسعد رجل في العالم الفيفا تكافي أسود الأطلس بعد بلوغهم ربع نهائي منذ القطر على حساب الإسبان ارتفعت المنحة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي سيجنيها من مشاركته بنهائية كأس العالم قطر 2022 عقب بلوغه أدوار متقدمة في النسخة الحالية وسيحصل المنتخب الوطني المغربي من الاتحاد دول لكرة القدم الفيفا على مبلغ مالي يصل إلى 17 مليون دولار وهي منحة مخصصة من الفيفا المنتخبات التي تتأهل لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 وصيرتفع المبلغ كل ما كسب المنتخب المغربي مركز متقدم قد تصل إلى 27 مليون دولار على أن تحصل المنتخبات التي أقصيت من دور المجموعات على مبلغ 9 ملايين دولار ويشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي ضمين ربع نهائي من دولار قطر يقبأ انتصاره على المنتخب الإسباني بضربات ترشيحية التي رجحت كافة أسود الأطلس إلى الدور الموالي الملك محمد السادس يفاجئ لعبي المنتخب الوطني المغربي بعد التأهل التاريخي إلى ربع نهائي منذ القطر على حساب الإسباني على إدر المقابلة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مع نظره المنتخب الإسباني اليوم تلتاء أن الملك محمد السادس أعداء المنتخب الوطني على مصارهم وتأهلهم التاريخي إلى دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 هنا وهكذا أجر صاحب الجلال الملك محمد السادس اتصارا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم فوزقجع والمدرب وليد الرقراجي أعرب لهم فيه جلالته أن أحر التهاني لللاعبين والطاقة التقنية والإدارية الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مصار رأي خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى وأشهد الملك محمد السادس بأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني المغربي الذين كانوا في المستوى الطموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريدة الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم داعيا إياهم للحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العالم الوطني عهليا أول تصريح أسطوري للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مواجهة المنتخب الوطني المغربي أشهد كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي بالأداء الذي قدمه ورفاقه في الانتصار على المنتخب السويسرع بستة أهداف مقابل واحدة لحساب جمع النهائي كأس العالم قطر 2022 ونشر كريستيانو رونالدو صورة من مباراة الأمس أمام نظره المنتخب السويسرع على حسابه بانستغرام معلقا بالقول يوم رائع للمنتخب البرتغالي مع نتيجة تاريخية في أكبر محفى الكروي في كأس العالم وتابع تصريحه بالقول عرض فاخر من فارق مالي بالطاقة والشباب مبروك لمنتخبنا الوطني حيث اختشى ما تصريحه قائلا الحلم لا يزال متواصلا إلى آخر رمق هيا بنا يا برتغال ويلتقي المنتخب الوطني المغربي ونظيره المنتخب البرتغالي يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا على أرضية الملعب ثماما برسم ربع نهائي منذي القطر 2022 شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله شكرا على حسن المشاهدة شكرا على حسن المشاهدة شكرا على حسن المشاهدة شكرا على حسن المشاهدة